هنا على عين المكان في رحلة استمرت لأيام حضرة معنا سابرين جوبانتيني سابرين مرحبا سعادة جدا بحذورك عايشك أمين وانا سعيدة جدا بحذورك معنا هنا في القروين على عين المكان مع فونداشون يفام سعيدة برشب الجمهور الصغير ولكن النوعي الموجود معنا من دار الشباب المنصورة الدار الشباب النموذجية من الويب راديو تحديدا اللي مبعد بشيشيركم معنا في البرنامج وبتبيعة بحضور ممثلية وممثلات سلطة الإشراف ومرحبا بكل اللي قاعدين يسمعوا فينا على موجات إذاعة يفام استمتعت ساعة بالرحلة الميدانية اللي استمرت لأيام في كامل أرجاع وليات القيروين أي الحق كانت تجربة فريدة أنا قد ما خدمنا في فونداشون يفام في الجهات الداخلية والقروين ما هيش بعيدة علينا وما هيش غريبة علينا وكانت دي معنا أنشطة نشحة برشة في القروين حول التنمية وحول الإشكاليات اللي يعيشوا فيها أهل القيروين مع ممثلي وممثلات المجتمع المدني وممثلات السلطة المنتخبين خدمنا برشة مع الوسائل بلدية السابقين خدمنا برشة مع السلطة المحلية وسلطة الجهوية ولكن المرة هذه المشروع عنده طعم خاص على خطر المرة هذه أول مرة في فونداشون يفام نخدم مشروع من نوع هذا مع المراهقين والمراهقات وفي معتمديات على عين المكان المشروع هذه ساعة خليني نقدم أكثر للسيدة المستمعين مشروع رياضة وسحة نفسية هو نقطة الانتليق متعه كانت بحملة تحسيسية وطنية بشتتواصل حتى الأفريل 2024 الحملة هذه بلدفورم رحت بيلي على انستغرام رحت بيلي هي بلدفورم عنا برشة في فونداشون يفام نحب نعملوها ونحب نحكيو عليها وهي تتواجه للمراهقين والمراهقات تعطيهم توعي على السحة نفسية متاحهم تتليها بالمواضيع اللي هما تهمهم فيما يخص السحة النفسية على خاطر أمين اليوم رجعت صحة نفسية في تقلب الحادث وقاعدين نشوفوا في برشة ناس تواعي على ديبخيشون على الانكسيتي إلى أخيره ولكن فما ديته في مرحلة مهمة ومرحلة حساسة اللي هي المراهقات والبروجات ذاية أنت تتو تحكي على البروجات وعلى بداية وبدأ من قتل أوت 2023 يستمر حتى أفريل ألفين واربعة وشرين واربعة وشرين هو دونك بلدفورم رحت بيلي اللي بزينا بيها وبش نواصلوا بيها تمثل المستوى الأول من إنجاز المشروع وهو مستوى وطني على خطر المشروع يهدف بش نحسوا الرأي العام وصنع القرار بأهمية الرعاية النفسية وبها أهمية الاعتناق بصحة نفسية المراهقين بلدفورم رحت بيلي من المواضيع اللي خدمت عليهم كانت مثلا مواضيع ما نسمعهش برشة في الإعلام وفي المجتمع المدني وتخص المراهقين بصفة عامة وبصفة أخص البنات الفتيات مثلا خدمنا علي تخوبل جو كمبورتمان المنتر استيرابات سلوكيات التغذية لانوريكسيا البوليميا لكمبولسون المنتر اللي هم حاجات يعيشوا فيها البنية اليوم بالضغط اللي شوفوا فيه في المجتمع مثل الغزو سوسيو إلى أخيره وتسير فيهم ويعيشوا معها ولكن ما يبدأوا شويعين اللي هي تمثل مثلا مخاطر فيما يخص الصحة النفسية من جهة أخرى خدمنا زادتا ونخدموعة تنمر على خاطر تنمر نعرفوا لي هو ظاهر اختير برشة موجودة برشة في الأوساط المدرسية ومنتشرة بالضبط في الأوساط المدرسية وفي المعاهد والكوليجيات وتمثل المراقين أكثر من الكبار بش نخدمو زادة حتى على الأزمات العاطفية خاطر اليوم الأزمات العاطفية عند المراقين تمثل زادة كيف كيف صحتهم النفسية وتأثر عليهم برشة مواضيع بشيكونوا فهم حوالي سناش الموضوع وفهمة مواضيع معنتها لها تكون على كل كامل المشروع كما مثلا موضوع صحة النفسية ولي غيزو سوسيو وسيل تواصل الشميع على خطر اليوم قاعدة أثر برشة على المراقين والمراقات كما مثلا موضوع تأثير حمل إعاقة على الصحة النفسية على خطر اليوم المراهق ولا المراهقة اللي عندهم إعاقة ما يحسوش نفس الشي فيما يتعلق بالصحة النفسية عندهم صعوبات في اللاكسية عندهم صعوبات في التعبير على المشاكل النفسية اللي مروا بيها كيف كيف الفتيات بصفة خاصة عندهم زادة إشكاليات أخرى يتعرضونها كما التحرش أكثر من الأولاد وكل كل شيء دونك عنا مجموعة من المواضيع اللي تهم الصحة النفسية عند المراهقين والمراهقات على مستوى وطني نحن بالضبط هنا لطرح المشكل بش نفهم وممكن أسباب المشاكل نفسية اللي تعرضونها المراهقين خاصة في ولاية القيروين عليش ولاية القيروين بالضبط أنت عليش تصبب الاختيار على ولاية القيروين وأحوزها ولاية القيروين الساعة كما قلت لك فونداشون يفهم عندها فيها إستوريك في الخدمة فيما يخص المشاريع هذية اللي فيها طابع توعوي وطابع متع مناصرة والحق ديما وين ما نخدمه في القيروين لقينا مجتمع مدني فاعل جدا وصولات تتحرك معنا بصفة إيجابية كبيرة والبيبين ديما محلولة مش معنا ترافي جهيات أخرين ما فميش ولكن هوني بصفة خاصة في القيروين عنا إن بلاتفورم أسوسياتيف اللي هي قوية برشة تخدم معنا دونك قلنا بما أنه نحن نعرف الميدان هذية هيت نمشيوله ولكن زد من جهة أخرى وهذية نزيد نشوفون بعض أكثر مع المسؤولين المحليين القيروين للأسف في السنوات الإخيرة صارت فيها العديد من الحوادث اللي تهم الصحة النفسية متع المراقين وفهمت تقرير للمنتدين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي يخرج وعطى العديد من الأرقام النجموشي نستعرضه بعض الأرقام فيما يخص مثلا حالات الانتحار يعني القيروين تمثل المرتبة الأولى للأسف في حالات الانتحار في صفو المراقين سمعنا بشيء هذي على مستوى وطني في السنوات الماضية ولكن رهوا قاعد يتواصل ورهوا مزل موجود فما أرقام زد خطيرة برشة نحكي فيها مبعد أكثر تهم الحرقة تهم كذلك الانقطاع المدرسي اليوم مثلا نرجع المؤسسات اللي خدمنا فيها من بين المؤسسات اللي خدمنا فيها فما حالات اللي تلقى كوليج فيه مئتين حالة متع انقطاع سنويا يعني لو نحكي على مئتين سنويا فما مئتين يخرج وهو كوليج فيه خمسمائة ورستمائة الميت في سن مبكر في سن مبكر والأسباب متاع الانقطاع متعددة وتتراوح في درجات الخطورة متاحة فما حتى تلمزة ينقطع على الدراسة يحرقوا هذي اليوم احنا الابجيكتيف من الحسة هذي هو المستوى الثاني اللي نخدم عليه المستوى الجهوي مستوى القروين هو أنه نوصل وصوت الناس هذية وأنه نحطوا التسليط الزوء على الاشكاليات هذية على خاطر للأسف اليوم مانيش قاعدين نتعرضو لها برشا في الإعلام وماذا بينا وكان صوت الناس هذية توصل بدنا بالخدمة في لا يمتل الفارتة بدورات رياضية دورات رياضية هذي حضروها دي ساكس ستوري سبورتي حضروها شخصيات رياضية وطنية عندها إشعاع وطني في العليل ذي بيت حفوز حفوز واليوم البرجي في القيروين الجنوبية تنعطيهم بعد شكون شخصيات هذي حضرو ناسيو نسمعو التصريح هو كي أول ما حكينا في المشروع وانتي ذكرت ولات القيروين قلت لكينا أه فتنبين على شخص ولات القيروين خرجوا منها أبطال خرجوا منها دي شمبيون تشوف انتي الولاد الصغار والمراهقين اللي يلعبوا اليوم تشوف الطاقة اللي خرجوها اللي دي جاجيوها الطاقة وتشوف البوتنسيال معنى على المستوى الرياضي معنى رياضة ودراسة كان الكمبينازون دي تمشي مليح وما تنجم تكون كان سكسي ستوري وقصة نجاح هناك عليش نبدأ معجب ياسر بالولادات الصغار شخصوه هنا في القيروين للطاقة اللي خرجوها واللي تشوفها والإمكانيات الهيلا معنى على المستوى البدني وحتى على المستوى الذهني سابري اي صحيح هو اللي شفناه بالحق اكسبسيوني لانتي اليوم أمين حضرت معنا في البرجي وكان نفس الشي ونفس الإحساس ونفس الانتباع في الذهيبات في العليرة والذهيبات للناس اللي تسمع فينا في تونس العاصمة وفي مناطق أخرى تبعد تسعين كيلومتر على القيروين مهيش في العلاء رهي بعيدة تلاثين كيلومتر على العلاء يعني نحكيه على قرية نائية وظروف الناس اللي تسكن فيها صعيبة وصعيبة برشة وبالحق معنتها كانت على عكس القساوة والظروف والقساوة متاع البنية التحتية وكل المشاكل اللي يعيشوا فيها المتساكنين غاديكا كان الحميس متاع الصغيرات غادي كبير برشة والترحاب كبير برشة في حفوز كيف كان تخي جران بوتانسييل شفناه البرح والحق معناه المشروع بدي بالمحطة هذية اللي هي فيها الحلقات هذية النقاش مع الرياضيين اللي هما رياضيين اعطوا فيهم شحنة شحنة في الإيجابية وطاقة الإيجابية بشيزيد ويواصلوا ويكملوا في النجاح الرياضي اللي يعيشينه وهما بيدهم الأحداث الرياضية معتها حاجة تنفع صحة نفسية الصغيرات هذوما عنا مراحل أخرى جاية في المشروع في القروين بزلنا بش نرجو في نفس المؤسسات التربوية وبش يكون عنا بش نمشيو أكثر في العمق بش نخدموا معهم دراسة مع مختصين أولمي اجتماع ومعاتها وناس مختصة في المجموعات التركيز وبعد بش نخرجوا تقرير أولي تقرير أولي هذيك بش نرجع بي على المستوى الوطني في إطار ورشة مع كل الوزارات المشاركة ونحكيوا عليهم من بعد زدوا دور الوزارات الحق اللي كان كبير برشة ودور سلطة الجهوية ليوقفت معنا برشة في تنفيذ المشروع هذي وبن بعد بش نحاول نخرجوا دراسة كاملة ومتكاملة فيها توسيات توسيات هذيك بش نرجع نتابع تنفيذ المتاحة في القيرة وين على عين المكان اليوم احنا لنحب نوصلوه بالحق اللقطة الانتلاق بالنسبة لي هي البلاتو هذي البلاتو هذي اليوم بشي صلة تزو على مشكلة اللي يعيشوا فيها صغار تونس الكل هي مشكلة الصحة النفسية راهو اليوم العناية بصحة نفسية تبدأ في المدرسة وتبدأ عن طريق الرياضة وراهو هذي ماستحقش امكانيات كبيرة احنا كمجتمع مدني قاعدين نخدمو في خدمة كبيرة بشي جيون بعض في نفس البلاتو هذي في المكان الي انا قاعد فيه اليوم جمعيات من المجتمع المدني المحلي وبيش يحكي ولكم على الخدمة اللي يخدمو فيها راهو البوتونسيال كبير وراهو ماهوش صعيب بش نتخطا وصعوبات اللي عيشوا فيها الناس هذو وبالحق ما انتمانيش قادراني نرمي في الورود اما بالحق راهو يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر على قد ما كما قلت لك الظروف صعيبة والامكانيات مهيش موجودة ومهيش متوفرة والعائلات والمؤسسات التربوية والإدارة الجوية تعمل كل ما في وصحة بش الصغيرات هذو ما يقراوا في إطار مو لئم خلينا نقولوا ولئق قد ما راهو النجم ناس هذو ما نخدموا معهم ونعاونوهم ونوصلوهم للمستوى اللي نحب ونشوفوهم في معاونوهم شلقوا حلول بمان الحلول مايش صعبة برش نحن نلقينا حل اللي هو الرياضة ومارسة الرياضة اللي حماية الصغير حماية المراهق من عديد السلوكيات الخطيرة كما شفنا اليوم يعني كي تشوف انتي خليني نذكر بعض الأسماء اللي جات اليوم جاي اليوم صالح الماجري يعني إيدول ام بي ستار سكسي ستوري قصة نجاح صالح اللي إخراج من بيئة تشبه برشا للبيئة اللي ريناها اليوم في بورجي يعني في جاندوبة بدأ باسكيت لاجدو 18 في عمر 18 سنة ماخر برشا يعني والعب في الانبيئي والعب في دالاس وشفت الصغار كيف يسألوا فيه وكيفاش عملت وين العبت وكل هو يحكي متفاعل معه يعني وشيخ مع الصغار لحقيقة شفنا سالح هذا كله لحقيقة يبدل ممكن شواء واختيار يختاروا صغير كان يمشي في اثنية بدل اثنية يقول اه علش انا ما نعملش كما امين الشرميتي اللي هو ايدول في ولاية القيروين يجي معنا في العلي في ذهبات ولا سالح الماجري لونك هذا كله ممكن خطوة نحو التغيير نحو الخيارات الصحيحة بذبت هو هذيك دورنا احنا اليوم وكما قلت لك من البلاتو هذية مهم انا نحكيوا لكلام هذة ونحكيوا وشنو سار ونقدمو شنو وليلينيه سور تيران بالصغير اللي شفنا خطنا نحن شفنا ثلاثة مؤسسة تربوية في نهاية الأمر ولكن يظهر لي هذك ستاني شانتيان اللي مثل برشة مؤسسة تربوية في كل أنحاء الجمهورية اليوم ما هوش صعيب بش نبدل وجسما ما هوش صعيب بش نزرع وآمل ونزرع وامباكت تحس لي فما أثر رقعد عندهم كيسمعوا لكلم هذك من عند إنسان لعبر رياضة ونجح في حياته وكان كيفهم وكان كيفهم من نفس الوسط ومن نفس البيئة اللي تربى فيها يعني هذا مهم برشة من خلال تعاملك مع صغيرات والمراهقين وانا شفت اليوم شفت أنه البرنامج أو المشروع أو البروغرام رياضة وسحة نفسية يشمل أيضا الأطفال ذوي الإعاقة اللي هما ممكن يجبهم إحاطة أكثر من طفل عادي من مراهق عادي وحتى البناء كما قلت نتي البناء مجتمع محافظ كل ساعات فما مواضيع ممكن فتاة في عمر المراهقة تحشم حتى بشتشبت الموضوع ذي شنو عملتوا وكيفش خممتوا انتم في ذوي الإعاقة ممكن حتى الفتيات اللي مروا ساعات بوضعي خاص بحنا أول حاجة المشروع يستهدف الفتيات وذوي وذوي الإعاقة بصفة خاصة ما معناها نحن نتواجه المؤسسات التربوية نحاول نحرص مع المسؤولين ولي نتناسق معهم وقلونا ماذا بينا يكون تمثيل نوعي بش نجم نشوف ندمج الناس في الانشتري مختلط يعني لعبوا البنات مع الأولاد مع بعضهم مخالطين في سفرق و بالحق حسينة اللي فما ما فماش مش كمتاع الإدماج اللي نحكي وعلي احنا ممكن في مستوى فما تاوز فما إكيليبر حسين فما إكيليبر في التيران فما إكيليبر مش كما احنا كي نحكيو في البلاتو ولا في ولا في الكنفرانس ولا في السيميناير نحكيو هكا دون الفاغ معنا ينقول ويجبنا ندمج الفتيات الاخير هي تحصل الإدماج سهل راو في الأوساط الريفية ولا حتى في الأحياء الشعبية المشين لهم وفي المناطق هذه اللي احنا بالعكس نفترض أنه فيهم جانب محافظ ولكن مش صحيح كيف كيف اليوم في البرجي كان فما بعض تلمذة للعب للأتلتزم من ذوي وذوي الإعاقة لعبوا مع بقية أقرانهم رغم اللي عندهم كانوا حاملين لإعاقات مختلفة ولكن لعبوا مع أقرانهم بنفس المستوي وكانت منافسة معناتها موجودة في يظهر الإدماج في مخ صغير في العمر هذي موجود ولكن ممكن في وذلك عليش إن البكري قتلك دايوخ في الكوليس قتلك راه وطلعت الخدمة مع المراقين والمراقات أسهل وممكن أنشع بكثير من كل العمل اللي نقوم بهم بعد كمجتمع مدني مع الناس لي أكبر ولو إنه مهم في التوعية ولكن بالحق أنا اكتشفت خطر أول مرة في الجامعية نخدم مع صغيرات اكتشفت جينب لأن ما كنت نتخيل موجود في الأطفال هذو ما هو التسامح هو قبول الآخر وهو كذلك الوعي بالمشاكل هذية الموجودة ومشاكل الصحة النفسية على خطر احنا أبغل المدارس هذية مشينا حتى لدور الشباب اليوم عنا نشاط بعض مع الشباب ناموذجية برح خدمنا مع راديو لقويس وبرجوم دار شباب سبيخ وحكينا مع التلمزة الموجودة غاديك اللي هما ينشطوا في دار شباب وقالين نحضر معهم في ومزة تحسيسية بدين نسجل فيها الحق معناتها شفناهم وعين برشة 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 بالأهمية العمل اللي قوموا بيهما في دار شباب الرياضة المسرح وكل وعين بالاختر اللي قاعد ينتشر للأسف في المجتمع ما بين أصحابهم وأقرانهم وكل وسمعنا معتها برشة حكايات اللي اللي توجع القلب واللي واللي تأثر برشة وبالحق معتها نحن نقول المباكت متاعنا كجمعية ما نجم يكون كين صغير معتها أمباكت نحن ما عنيش إمكانيات بيش نعملو حاجة أكبر من هكا ونتمنى وكان نلقى الإمكانية تشاملوا حاجة من أكبر من هكا ولكن نقول على الأقل نخدم مع المجموعات هذية نخليوا فيهم أثر غدوة ونحاول ونعاونهم بشي تخطاو الصعوبات اللي عيشوا فيها وبش يعاو بقيمة صحة النفسية وعالأقل هما ينشر المساج مع الناس اللي محيطين بيهم اللي هو كونسورسيوم صحتي اللي فيه ميدسان جمان بلجيك وصيد وشبكة مراقبون اللي هو يتبع برنامج الصحة عزيزة وبرنامج تعزيز القطاع الصحي الممول من طرف الاتحاد الأوروبي هو الطرف المالي هذي ستين فنانسي متعنا على المستوى التقني دونك عنا اتفاقية شراكة وتعاون تم امضاقها من عامناول مع المندبال جهوية للتربية بالقيروين الحق ومع وزارة التربية مع تهيلي كانت الدخل على المستوى الوطني وعطتنا الكونتاكت مع القروين ومالقينا معهم كانت تعاون الإيجابي ونحقي هو مدام نجيب المجعي اللي كانت حاضرة معنا في ثلاثة يام وهي سهرت على التنظيم وعلى التنسيق على أرض الميدان مع مختلف المؤسسات التربوية وقبل مدام نجيب المجعي فما سي شيدلي جينيوي اللي هو المعتمد بالقيروين قائم ب كان حاضر بحضنا السباح اللي هو قائم بتسير شؤون الولاية حاليا الحق احنا سي شيدلي كانت مقابلة معها عفوية مع شريكنا اللي هو جمعية هوني موجودة قابلنا معها بقدمنا له المشروع عجبته الفكرة طلب مننا بش نعود ونرجع للقروين وعملنا جلسة بجميع الأطراف اللي كنت تنجم تكون عندها دخل وتنجم تنفع المشروع هذية اللي هما مع وزارة التربية وزارة شباب ورياضة دونك المندوبية الجهوية للشباب ورياضة وذكر عليش احنا موجودين اليوم في دار الشباب المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وكبر السن اللي بش تكون معنا بعد سيدة المندوبة بش تدخل في ساعة ثانية بش يكون بعد شوية معانا حاضر السيد المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري الدكتور عبداللاجلس اللي هو حاضر معانا توا بش يكون معانا باش يأعطينا أكثر تفاصيل على العمل اللي يقوموا به في الإطار هذية فما زاد كفيف مندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية فما كذلك المندوبية الجهوية للتكوين المهني اللي حضرت معانا زاد كيف الاجتماعية التحبيرية برش أطراف كشفة تونسية هذو ما الكل هم كانوا موجودين معانا عملنا اجتماعات في الولاية جيت برش مرة القروين قبل الجماعة هذو ما نسقنا مبعضنا تواريخ شنال المؤسسات اللي باش نمشي ولها شكون هم كل ترف شنو الدور متاع وكيف برش ومزلنا بش نخدمه على خطر خلقنا لجنة قيدة على مستوى ويلاية القيروين اللي فيها الأطراف هذي الكل مهمتها الإحاطة النفسية بالمراهقين بش أنها تلقى حلول وأول نقطة على المهم تح أنها تشارك في المشروع هذية معنا وهذية من نجم يشرف نا كفانتا شماية فال وأول من تقم شي تول تلاتين كيلومتر على مدينة العليم معنا دجا ذو اللي بعيد على قروان سنتروفيل تسعين كيلومتر هكذا كون كان حاضر في الذهيبيت في الذهيبيت مشينا المدرسة الإعدادية في الذهيبيت كان حاضر أمين شرميتي اللي عبدو اللي سابق اللي نحب نشكره برشا على خاطر بالحق أنا ما كنت نعرف أمين شرميتي أنا من طبع برشا الكورن طبع من بعيد ولكن اكتشفت بالحق اللي يقول لك انسبورتي فانفري سبورتي اكتشفت الإنسان اكتشفت الطرف الآخر من صراحة رغم اللي أنا ما عندي انتمائية رياضية أخرى معنا مش نكون واضحين ما عندي حتى دخل ما عندي اللي نحكي فيه ولكن معتها اكتشفت بالحق شخص اللي أنا معتها شفتوا انسان شفتوا عاون برشا صغيرات تحكي معهم قعد معهم جلسة متولة كور معهم كور معهم معتها بالحق كان الحق يعطيه الصحة ونحن نحن نحن نشوف بالضبط ملخص دعنا نقول ودكلا رسال الأمين الشرميتي شنو قال كيجتمع بصغيرات في كوليج ذهيبات في منطقة العلي في القير وين الشرميتي تكلمته كنت أصلت به لم أحسيت حتى ترف تردد أي قال نحن وقت تحب 9 18 صباح قال نحن 9 19 صباح نحن حاضر على عين المكان في الذهيبات في العلي بما أن أمين شرميتي روما ناصر الله معنا من منطقة من أحواز القيروان وطلع من بيئة مشابهة لهذه يلا هنمشيوا مع بعضنا نرى الفيديو من كوليج الذهيبات في العلي نهار 16 نوفمبر نهار الخميس نهار الثاني نرى مع بعضنا وراجعين لا يزال نحكي وعلى رياضة والصحة نفسية نشكر أيفان على المناطق الداخلية والأخص اليوم في منطقة الذهيبات ترحين برشة التي أمتواجد معكم اليوم تم صغيرات تبارك الله اللي قاموا بنشاط رياضي وبعدها صار متى دسكور اللي بريمون حسيت انه الأولاد ترحوا به برشة لمساج نتصور وصل اليوم تدور والأهمية اللي ما نقول أهمية الرياضة في حياة التلمذة وحياتنا اليومية انه راه اليوم وقت يكون إنسان سبورتي راه يكون عنده أمفاكت إيجابي على حياتنا على صحتنا إن شاء الله في مزيد من التظاهرات هذه اللي صراحة نتمني أنه يتواصل في عديد المناطق الأخرى إن شاء الله هذا مين الشرميت اللي كان حاضر في كوليج الذهبات المعهد الإعدادي في الذهبات في العلي وتفاعل مع صغيرات ولعب معهم وحكي لهم شوي على قصة النجاح الخاصة به مع جيس نجم الساح اللي يلقى روحوا في البطولات الأوروبية المتخب الوطني التونسي وما يصير تويلة استمرت حتى إلى العربية السعودية كيف شري التفاعل مين مع صغيرات وانتي شنو حسيت مصغيرات الذوما اللي كانوا فرحانين برشا بوجود نجم بوجود ستار بوجود إيدال قمة في التواضع صحيح الحق كما قلت لك مين شرميت أنا ما كنت نعرف كما قلت لك شخصيا وتفاجأت جبانيك بزيتيف كما قل في الفرنس جتيا غريبلا سوربريز بالأخلاق وبالرقي اللي كان عنده كان يعني يعجبني أكثر أنه قعد معناتها طيلة النشاط من تسعة لنص النهار رغم لي كما قلنا منطقة بعيدة وكل وجاء وكور مع صغار وبعد قعد معهم عمل جلسة حكي لهم على أهمية السبور حكي لهم كيف يلزمهم يبعدوا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر حكي لهم حتى على الجانب الأخلاقي على التنمر كيف الأخلاق السبورتي لازمها تكون يعني وصل رسائل إيجابية برش 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 الصغيرات وهذه أحنا يحبوه وهذه لا بخش متاعنا في المشروع أنه لا نش معتها بخش متاع أنه نجيب إخصائي نفسي يسمع نحن نعالج نفسيا هذه مهمة الأطبي ومهمة الإخصائيين نحن مهمتنا هي التحسيس التحسيس مختلف جدا على الرعاية نفسية هذا هو النقاش قلنا لهم رنقحنا الهدف نصل ونحس الناس بأهمية المشاكل هذية من غير ما ندخل في دوركم أنتوما حاضر معنا سيا عبدالله الجلاسي المندوب الجهوي الديوين الأسرة والعمران البشر سيا عبدالله أهلا وسهلا بك سعادة جدا بحضورك معنا شكرا مرحبا بكم مليون في القروان ونتم بتوغلتكم وثلاث عيام فما اللي دفع حسيناها منذ قدوم كله هنا والأنشطة ومداء التفاعل الأطفال والتلام ذا اللي شفتنا خاصة اليوم هنا قد كنت حاضر في اليوم الاختتامي واللي حسيت وخلف الفرحة اللي عند الصغار اللي بعد فما صغار أخرين ما شاركوش في الإلعاب وتحجس كلان في علش أحنا صلت أنا سؤال تلميذ قد تجي خارج قد يش في 920 920 مجوش يركو كل راق بش يكونوا في رق ولكن البزوء اللي لا صغير عندك الحاجية هذيك وحنا نجمنا نلبو وليش اخترنا حتى الفترة اللي ركزنا عليها لكوليجيان خاطر هو فترة مراق فترة مراق هي فترة انتقالية فها تغيرات فيزيولوجية وتغيرات نفسانية مش تكون فيه شخصية شخصية هي علش الفئة هذي هشة برشة منش متأثر سكتوم المحيط الداخل هي تغيرات الهرومونية في بدنه علىها ثورة كاملة بركان داخل بدنه وذلك المحيط الذي يدير به هذيك عليش صغارنا اهم حاجة يحب عليها الصغار تسوه فمرت هو فترة دراسة يتعلم وفترة يزمه في مواهب متاعه بشي نمه وسق يزمه شبقة واحده يزم المرافق يزم المرافقين شكونوا بشيكون الرياض والمسرح والفن والأستاذ والعائلة والعالم الاجتماع لخاطر صغير هذا هو في حاجة لنا احنا كل وزيد اهم حاجة وبعد كانت توسعها للدراسة متاعكم ولا البروجيت الصغير مش تقول في حاجة برك يحب على الأصغار سكون يسمعه تسع خاطر عنده برشة حواج يحب عاج يحكي صاحب والأستاذ ولكن فما أكل فئة أكل الصانطة هذيك اللي تخوفنا احنا يحكي برشة واحد بيجي على الأقل أمل ما يحكيش هذيك نخافه من وهذاك النجم يكون مخبينا سلوك اللي من أنت بذلك دكتور شنو أبرز المشاكل النفسية اللي تشوف ها هنتي وتعترض المراهقين خاصة هون في وين القايرة وين أنا جيس وش نقدم خدمات معناها الديوان الوطن الأسرة والعمر البشر ونت لقم مباشرة في سؤالك أن الديوان هو معروف في قدم الخدمات الصحة الإنجابية لكن عدنا خدمات أخرى للشباب نهيك أنه عدنا فضاء خاص بالشباب اسمه فضاء صديق الشباب اللي هو في إطارات أخصائي نفساني في إطارات طبية في ممرضين إطارات شبهة طبية وكذلك مواجهة كل شرح المجتمع مواجهة كل شرح معناها الفئات السنية الشبابية المتمدرسة والغير المتمدرسة أعظم أزوز فئات ونحن نخرج كسوة دور الشباب كسوة للمعاهد ولا لكل لكل ولا حتى في تجمعات سكنية كما اللي شفته اليوم في حي البورجي كنا فما كانت في الحياة الشعبية لمو شباب هو مش قاري ولكن يمشي له عن طريق معناها نظراء يكونوا يكونوا معنا لهم المشاكل اللي عنهم الشباب تولي هنا هي الاضطرابة السلوكية هذه ظهرت الإدمان عندما تظهر العيان موجودة على في سن مبكرة في سن مبكرة التدخين مبكر القناة بالهندي ذهي موجود في سن مبكرة الأقراص هذه ظهرة يزمنا توزينا نحكو عليها ثم دراسة دراسة معناها تتي بيبلي معناها عند أون دميل فانت يعني على لكون الظهرة هذه ميسا شريح الكل وفي الجهات الكل صحيح بدرجة المتوفيطة ولكن الظاهرة أصبحت موجودة عند تلم دا يزمنا لها خدمة كبيرة وعليش على خاطر المحيط اللي داير بالمدارس متعنا وبالمعهد معناها محيط ينجم يكون عادة اختطار كبير وأنه التلميذ يكون تعرض للخطورات خاصة الأدمان العنف موجود العنف كل سوا ما بين كلام هذا ولا ما بين عنف يتنرس حتى ينجم يكون في الأسرة يبدأ في الأسرة بالضبط هؤلث كيف كيف محاور تختيتنا الخاصة بمشروع رياضة وسحة نفسية من دار الشباب النموذجية المنصورة القيروين فاصل الأخبار وراجعين بشي نكمل في تختيتنا خاصة Baltimore 8 مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من تختيتنا خاصة مباشرة من دار الشاباب النموذجية المنصورة القيروين برمجة خاصة بمشروع رياضة وسحة نفسية الاتحاد الأوروبي في تار كونسورسيوم صحتي اللي يطبع برنامج الصحة عزيزة هو برنامج دعم قطاع الصحة تحت إشراف وزارة الصحة حضر معي دكتور عبدالله جلاسي المندوب الجهوي لديوين الأسرة والعمران البشري معا سي محمد بن عمارع مدير التقييم والجودة المندوبية الجهوية للتربية مرحبا بيك سي محمد شكرا مرحبا بيك سي محمد شكرا لك على تلبية الدعوة سعادة جدا بحضورك نواصر معك سي عبدالله دكتور كنا نحكيه على المشاكل النفسية اللي تعترض الصغار والمراهقين في العمور هذا وأبرز التحديات اللي لقيتوها في الفترة الأخيرة الفترة الأخيرة كانوا معناها السعودية من سبعة ثمانية سنين الأخرانين خاصة من ظهر حالات الانتحار عند الأطفال الحالات هذه أحنا أمشينا في معالجتها فما محقص ولا عملية نجحة ولا عملية معناها فما محاولات شون محاولات ذلك؟ محاولات لتونتاتيف دي سويسيد اللي سارو خدمنا عليهم برشا وشوقفنا كالطيار هذك هو اللي كانت فيها معناها عدة حالات معناها تواترت ووقت خدمنا في العلاء خدمنا فيها حفوز خدمنا في سيدي عمر وهي مشينا بنفس التمشي كما هيدا رياضة وصحة نفسية كانت رياضة وصحة نفسية كانت ثقافة كانت مصرح معناها أم باكيتش كامل كان موجود بش الصغير خاطر لقينا صغر إلوم بزواء لك الحوائج هذيك برنامج هذا وقتش بديس عملناه وقته في 2016-2017 ما زال متواصل إلى يومناه ما زالت وبقاء ذلك في برامج يومية ولكن وقته كثفنا من أنشتاق خاصة مع مبينة ماندوبيت المرأة والأسرة والطفولة والماندوبيت القيروان ولدرجة يوري الصحة والتربية ومعنا زادة وزارة الثقافة الشباب ورياضة دخلوا معنا وكنا كنا ديزي كيب تصوروا الوقت احنا ما عدناش بوقودي معناها دي بسيكولوج أنا جمعنا لبسيكولوج متاع الجيهة كاملة يخدموا معي أنا والبرامج أنا عمل لها عندي أنا وبعد نمشيوا الناس كون مبعضنا كنا بكتريقة ذيكا معناها على ذراف تقديل 3-4 شهر تمكننا أنه باشي نهديوا مع كل موجة هذيكا والصغار ولوا ورجعوا ومعا تفعيل معناها أنشتة رياضية مواردكم أنتوما؟ مواردكم أنتوما يعني خاصة هذه كلها موارد محل جيهوية وتظارفت فيها الجهود معناها سوتيان لوجيسيك كان شوية من الولاية ولكن لغلبية جهود جيهوية بحثة هل تقيم أنتو ممكن نسبة نجاح لبرنامج هذيكا؟ البرنامج هذيكا وقفنا ظهرة الانتحار للمدة السنوات 3-4 سنين ما فهماش في ظروف صغر إلا الفترات الأفرانية عام واثنين رجعوا بعض الحالات اللي ارتكرروا خاصة عمناهوه كان في الصيف هذما اللي صارونا وكانوا منذ جائحة الكوفيد ممكن هما كانوا لا بعد جائحة الكوفيد هما كانوا اللي كانوا عمناهوه في الصيف كانوا حاب يحرقوا ما نجي مش يحرقوا وصاروا وحرقوا ورجعوا ولا معناها كانوا ما هو مش حكايات متاع معناه فيما أسباب دف سانية بحث هي كانت كل غلبية متاحة من ريكسيوني دونك الإبقاءة الآلية هذية خاطر الشابب كما كنت نحكي لك راهو لازم الرياضة ولازم النوادي اللي هوا معنا زمينا توا من من دبيت التربية اسم النوادي انتانا ترجع تنشط الرياضية والمسرحية والفكرية وكل هذم يرجعوا بشيء ديما تحت ظن تحت ظن الصغار والمراقين في العمورة أنا عندي سؤالة بما أنه انت تمثل ديوان الأسرة والعمران البشري كانت شي فما حملات تحشيسية فيما يخص ممكن الأولياء اللي دورهم مهم يعني البداية تبدأ ريب الأسرة وبالأولياء كان فما 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 محور واتصال معاهم ممكن حملات تحشيسية هم فما فما محور نخدم عليه احنا كان الدوان وفما شوان الاشتماعية اللي نخدمه على الحوار داخل الأسرة هذي سي كابيتال مية ماكتعرف عن هالموارد البشرية اللي عادن ما تنجمش تغطي ولية العمق متاحة 150 كيلو متر هذي فرق لغلبية متاحها جيهوي وما تنجم تنقلو نجم تعمل اكتيفتي معناها في معتمدية مرة ولا اثنين في شهر أما ما تنجمش بصفة مسترسلة أنك تدور على المؤسسات وتعمل حوارات وتستدعي الأولياء ليس نجم تحكي معها ولكن كموضوع عذرا نخدم عليه ولكن لازمو بكوت سيتيان كي جو معناج بعض الجمعيات ولا تدي بروجيه كما هكي يساعدون عليش قلت لك أنا بروجيه اللي تعمل اليوم هذي الرياضة وصحة نفسية أراه أنموذج هذي بروفة أولية وكما كنت نحكي مع مدام سابرين بيكري هذي بروفة أولية ومشروع يسموه يتكمل يزم نكملوه ولكن احنا زادا كإطارات جهوية ولا سلطة إشراف محلية لهنا ولا على مستوى وزارة الصحة يزم فما أنسو تيان باش نجم ونخدمه خاطر موجودة المشاكل هذي خاطر كايزم نخدمه لها عام الشيكل المدية بحثة وتمويلات وكل مفقودة هذي خاطر برنامج يجمو يطوال شوية باش يعطي الأكل متاع وره لكن أنا نتصور أنه مادام سابرين متعاونة لا متعاونة فوندسون إي فا لا اليوم أنا حاسي تحمل نتصور أنه بشي واصل المشروع لسنوات لا هي وعدت نقاطي وشتتواصل معاكم وإحنا رانا تقودين مننا الدعم ونصخروا معناها لزيكيب معانا أمتاعنا وندخلوا عدنا برشا برامج هذه نولوا ونوظفها في الاتجاه هذا أنا يفهم فوندسونين بمأنه ومثل رجوع يفهم احنا على ذمتكم وإن شاء الله بشنجحوا للقيروين وإن شاء الله بشيكونوا فهم أنشتة أخرى في كامل أنحاء القيروين بما أنه الأنشتة هذه لحقيقة حسب مريتنا أنا حضرت اليوم بركة تلقى نجاح وتلقى ترحاب من المصغيرات ومن المسؤولين سيمو حامد بن عمارة مدير التقييم والجودة بالمندوبية الجهوية للتربية أهلا وسهلا بك مرحبا بك دور هنا وزارة التربية دور هنا المندوبية الجهوية سلطات الجهوية دور هام جدا خاصة أنه كل شيء يبدأ في المعهد الأسرة ثم المعهد اللي يحتضن التلميذ في سن المراقبة سيوهام صحيح شكرا ساعة في البداية نحب نقدم شكر على الدعوة وكذلك نحب نشكر كل القائمين على هذا البرنامج فكرة وتصورا وأعدادا وإنجازا ثم حبيت نقول اللي احنا اليوم في إطار البرنامج هذية معنا احنا يظهر لي قاعدين نخدمه على أحد أهداف التنمية المستدامة اللي هو الهدف الثالث اللي هو أنا ما أعتقد الهدف الثالث اللي هو تحدث على الصحة والرفية فيما يتعلق بدور وزارة التربية احنا اليوم في إطار الحياة المدرسية وكانت سيدة نجيب المجعي سيفتها مديرة الحياة المدرسية في تعليم الثانوي حاضرت معاكم مواكبة هذه الأنشطة وهذا في صلب مهامها اليومية عن الأنشطة الرياضية أو الأنشطة الثقافية هي في صلب الحياة المدرسية اللي تنكب عليها إدارتين معنا إدارة خاصة بتعليم الإبداعي وإدارة خاصة بتعليم الثانوي احنا من نجمو كنا نشجعو مثل هذه التظاهرات وكل ما يتقدم معهد أو عددية أو مدرسة بتكوين نادي احنا نشجعوه ما نرضوش بالعكس نفرول للمكانية الكل حتى تأثير النجم ونقطروا ونوكبوا وذلك كل بالعكس في خدمة التلميذ واحنا نشجعو بالعكس يعني ما نحبوش تكون المدرسة بالنمطية ومعناها تكون تعليم تقليدي نحبو نخدمو على الأبعاد الشخصية من طفل والأكيد أن الأنشطة الرياضية تخدم هذه الأبعاد الحد صالحة هذا من الحلول الأكيد اللي نستنعو أن نشوفوا منها في كامل المؤسسات التربوية في كل الولايات ولايات ولايات القائناة على مستوى الإحاطة النفسية التلامذة في العمر هذا في الكوليج وحتى المدرسة الابتدائية فما أخصائيين نفسانيين قاعدين يتعاملوا معهم ممكن ويتصلوا بهم بصفة دورية بصفة مستمرة يجيهم للمعهد ويحكيوا معهم وشوفوا مشكلهم خاصة على الجانب النفسي موجودين زوز أخصائيات بالأسف هذيك العدد الموجود ونحن نسميهم محظوظين لأنه لدينا زوز أخصائيات نفسينيات لكن على عدد أربعمائة مؤسسة زوز بركة أربعمائة مؤسسة كيفيش يخفوه؟ يعني أعرف حجم المشاكل وساعات معنى تورد إشكالية والدكتور عبدالله يعرف شيء ذلك معنى إشكالية متابعتها لا يكونش في حصة واحدة ما يتم على حصص حصص عدة وبالتالي يستنزف جهد زوز أخصائيات نفسية هم مقسمين المؤسسات لأربعمائة ومعلى أسف أنا منحبش نقارن لكن في بلدين أخرى تلقى زوز أخصائيين في مؤسسة واحدة يعني مش في أربعمائة مؤسسة هذا الإطار الموجود عنا نصرفه بالموجود اللي نأكده لأنه وسي عبدالله يعرف أنه الأخصائيات الموجودين ينسقوا مع الأطراف الكل وخاصة المشورة الاجتماعية معناها في متابعة الحالي خاصة المتأكدة والتي تكون يومية معناها تورد علينا في المندوبية صحيح العدد هو غير كافي بالمرة لكن نأكده أنه فما متابعة على أقل الصيقة للحالات المتأكدة سي عبدالله فماش ممكن مشروع لزيادة ممكن عداد الأخصائيين النفسينيين في ولاية تورش والله إحنا هو طوى بين اللي أنا نفهمت لك إحنا كنا نمشي للتنام ذا نحسه موجود واللي أنا أشخلانا توصيح زملانا مرات فما تنقلوا تدخل في العمل خاطر نعرف الزملية مثلا في التربية يزوز الأخصائيين النفسين ما نجموش باللي بيشوصوا هما كي يتلهوا بالحالات المؤكدة اللي يتابعوا فيهم سيد جابهمار أنا مش يدخل بعض في الحملات التحسيسية ولا بيش يعملوا واحد بسعيب مرات أحنا نسقوا ونكلموهم إنه مش نو فضاء في حصة معنا باش نعملوا السوتين نهي كأنه كيمقودك فالفين وستاش معناها مجينا حتى حل ولينا لمينا وقتها كانت عندكم واحدة بركة بسيكولوج بركة وجمنا ممندو بيت المرأة الصحة والدوان لميناهم وباش نجمنا أن نخدم بعض البقاية سينو ما نجمناش الحالات البزوان بتاع البسيكولوج يزيدوا موليّة كبيرة العمق 150 كيلومتر القروان بابشت لذهبات 90 كيلومتر ولا 90 كيلومتر ونصر الله 75 حشبة 75 كيلومتر على القروة هذا من بعد هذه ولية كبيرة ولكن يزمها دعم نوجيستي إذن زيدوا البسيكولوجيزم أكثر من نمر هذي الحقيقة كثو سواء في التربية ولا في المؤسسات الأخرين باش نجم وخاطر صغيرنا الطالبين لحويش هذي هذي ورغم يزمن المفره هم وهذا خاطر وكما فهمتك الصغير وقتها هناك تغير فيزيولوجي رياذي تصحيح ذك باش شو كذا الطبية بركلا عدنا برشعة الطبية موجودة لنا في الصحة الأممية منتشرة ولكن هالاختصاص هذي للأخصين النفسيين فيها نقص في القرآن ألا غالب بكتعرف الظروفة على البلاد السماء ولكن لازمين لحويش هذي باش نجموا أوروبون ويبيزون على الأقل الضعف لعدد ذا أقل ما يمكن بخلاف ضعف الإمكانيات سي محمد ما ممكن المشاكل والصعوبات اللي تعترضكم توا في الإحاطة النفسية في الدعم الدعم النفسي للتلم ذا والمراهقين في العمر هنا المشاكل هي الأكيدة اللي متعلقة في علاقة بالعنف بالوساط المدرسي يعني العنف إحنا كنا حضرنا الدكتور أحضر معنا عنا نحضره في بعض المنتديات أو اللقاءات ونشخصه في الحالة والحالة بحسب الأعداد اللي قدمها سيد المندوب حميد طفولة ذولي الأمس حضرنا معاه لكن للأسف أنا ما أنا الحق تفاجأت برقم قالوا قال تسعة وخمسين بالمئة من حالات العنف الموصلة على الطفل تكون في الأسرة وعشرة بالمئة من حالات هذه تكون في المؤسسة التربوية معناها الطفل يجي حامل أو محمل بالعنف من وسط العائلة وبالتالي هو يلقى الفضاء متع الأقران هذه في في البيئة متع المدرس ويمارس العنف الذي هو يستبطن فيه من العائلة نحن على الأقل في الابتدائي بالأسف نقول لكن به أنه في الابتدائي ناخد مع العديد المقاربات والحق في الثانوي حكينا مع بارشة زملاء سيدة متفقدين يعتمدوا بعض المقاربات اللاعبية والتي هي معتمدة أكثر في الابتدائي لقينها كحل أن الطفل يحب المدرسة يمارس الهوية تمتعه أثناء التعلم باش نقصه من من الضغط النفسي المصلط على طفل وخاصة خاصة نقول أنه طفل ما هوش قاعد يعيش في مليوسة معناها يعني سواء في العائلة أو في المادسة في المادسة هو شيء يحضر باش يقرأ و باش يشد الصف و باش ينضبط وبالتالي نلاحظه طفل اللي ينجم يخزن الضغط النفسي يخزن يخزن وخزنه وينوسه كم قال الدكتور الفطرة المراهقة التي تكون في العالم انفجر انفجر هو سي محمد ساعة كلمة رأى وتبدل ممكن مسار ومصير مرهق ساعة كلمة من أستاذ أو من حتى زميله في طار التنمر اللي حكينا عليه الإديال هو سيستيم الحقيقة بعيد برشانة بعض وكي تعمل مقارنة تشوف انت في بلدين أنجلوفونية أنه الصغير مصباح للعشاية وهو في المدرسة أو في المؤسسة للتربية يمارس هوايته يمارس الرياضة المسرح الفن أي حاجة تخليه وتبعدوا على المظاهر والسلوكيات اللي تنجم تضروا فيما يخص هذا يسكنوا عنا ممكن برنامج لتحسين ممكن الأنشطة ومكثروا شوية من الأنشطة الموجودة في الليكل في المؤسسة التربوية لكي نبعدوا صغير على شارع يعني حتى كالساعتين ممكن الساعتين اللي يبين القراية من عرشان من نص نهار ماضي ساعتين يبعد عليهم يبعد على الشارع يبعد على كل سلوكيات والماظر عنه ومشي هكا برامج لتطوير ممكن الأنشطة المدرسية صحيح وفي اللي ترى ذا احنا بحديثنا مع اللي دارتين قلت متاع الحياة المدرسية في البداية والثانوي مع اجتماعات مع مديري المؤسسات احنا نشجع على بعث النوادي لكن باش ما ننخبيش عليك اللي الضغط متاع الجداول وضغط متاع الزمن المدرسي هو ليسق الكاهل التلميذ وكاهل المدرسة لكن في الحدود الممكن احنا نحنا الرخص والاستاذ انه يعمل نادي يوم الأحد يعني تعرفتو حكاية الدروس الخصي الموجودة انه التلميذ انه الاستاذ يدعو النادي نجم بحجة انه قاعد عنده ضغط متاع الولي انه يحضر لدروس الخصي لكن اكد لك انه فهم معدد كبير من نوادي ثقافية سوى موسيقى سوى مصرح سوى تربية تشكيلية ولا نوادي ديري قاعدة موجودة قاعدة تنشط في المؤسسات التربية صحيح ماشي بالقدر المأمول وهذا ديما يرجع للضغط الزمن المدرسي ذاك علش نشجع نس كل على المشاركة في الاستشارة الوطنية حول تربية وتعليم باش يعطي وراهم لانه الاحديث هذا حتى في المتدية مع الاولياء يقولك الحب صغير يرتاح ويمشي للنوادي شكرا لك سي محمد بن عمارة مدير تقييمه الجودة بالمندوب يجي هوي للتربية دكتور عبدالله جلاسي المندوب جاوي ديوان الأسرة والعمران البشري سوعدة جدا شكرا بحضوركم مشكورين على مساهمتكم في مشروع رياضة وصحة نفسي نحن فاصلون مواصلين في تخطيطنا الخاصة مباشرة من دار الشباب النموذجية المنصورة في القيروين فاصلوا رجال شكرا 24 دقيق على EFM مرحبا بكم مباشرة من دار الشباب النموذجية بالمنصورة في القيروين برمجة خاصة بمشروع رياضة وسحة نفسية مع فونداشون EFM تحذر معي مدام أنيسة سعيدة المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والتفولة وكبار السن بالقيروين أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة سعادة جدا بحذورك معنا وشكرا لك على تلبيت الدعوة معنا أيضا أمين برك الله ميسر الجلسات بين المنتفعين بالمشروع والشخصيات الرياضية ونشط في المجتمع المدني أمين أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أمين مرحبا شكرا لك على تلبيت الدعوة صديقي أمين برك الله مش نحكيه معكم على المشروع على رياضة والصحة نفسية لكن نقبل هذا تعرف أن المشروع زار ثلاثة مناطق في القيروين لعلي ثيبات حكينا عليه وزيارة أمينة الشرميتي حفوز معهد فرحات حشيد نهار 17 نوفمبر يعني يوم أمس واليوم في أسد ابن الفورات كوليج أسد ابن الفورات اليوم 18 نوفمبر 2023 بمعهد فرحات حشيد بحفوز شنو صار شكون زار المعهد ذاية طبعا رئيس الأمال الرياضي بحفوز سيء محمد طيب الكثابي اللي كان حاضر في في انتظار الليومان في انتظار فيديو وتصريح محمد طيب الكثابي رئيس الأمال الرياضي بحفوز وزيارتنا المعهد فرحات حشيد ما كنتي مادام أنيسة مادام أنيسة اللي تمثل المندوب المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالقايروين بهي الأسرة مادام الأسرة هي الحاضن الأول طبعا للمراهق للطفل شخصيته تبدأ تتكون في الأسرة وكيد عديد الأسرة مش قايروين باركة في تونس كل يعني محفوفة بالمخاطر وممكن عديد السلوكيات تهدد المراهق منذ سن سن صغيرة صحيح نحن نخدم على تقريبا ثلاثة شرائحة هي يعنيها مسألة الرياضة ومسألة الصحة النفسية هما الأطفال لأنه بناء الشخصية على الإنسان يبدأ من مرحلة طفولة وحنا في مؤسس طفولة نتاعنا سواء على مستوى الطفولة المبكرة أو اليافعين في مركبات ونوادي الأطفال فهنا جزء كبير من الأنشطة تربوية تخصص لما هو رياضي في إطار معنتها كما قلت لك معنتها أن نكملوا ما تقوم به المؤسسة التربوية وأن نكملوا ما تقوم به الأسرة وما يقوم به المجتمع لدينا دور هنا اجتماعي وتربوي كذلك نتحط على المرأة كذلك نستقبل يوميا نساء من فئات هششة ويعنيوا في وضعية هششة سواء ضحايا العنف الاستغلال كل أشكال العنف يوميا نتعامل مع الشرائحة اليوم فئات ذات خصوصية في التعامل لدينا كذلك الأسرة نواة الأساسية للمجتمع سيفري عديد الأسر اليوم سواء تكون الأسر اللي معتها تعيش في وضع اقتصادي صعب تعيش هالضغوطات هذية النفسية وتعيش معتها سلوكات محفوفة بالمقاطر بالنسبة للأبناء انتاحهم مش غريب أن نتحطوا على ارتفاع مؤشر الانتحار على الانقطاع المدرسي المبكرة على الجريمة المتطورة على الحرقة هذه كل مظاهر يسخر بها المجتمع أو تعاني منها الأسرة ولكن كذلك نحب نقول حتى بما فيهم الأسر مع التطبقات الوسطى أو طبقات معنتها كلها مهددة مشكلة اقتصادية مهددة لأن تحولات اليوم نتعيشها المجتمعات لكلها خاصة على مستوى الانفتاح هذا سمع البصري يخلي زداء الأسر مهددة لأنها تفتقد إلى الحصانة العمل هو بشكون على مستوى الوقاية وهذا هام جدا ويكون كذلك على مستوى التحسيس والتثقيف ويكون كذلك على مستوى التعهد بهالحالات هذه التي تعيش فيها هذا كله تشخيص مدامنا فهمين المشكل تقريبا كل الأطراف فهمين المشكل وعننا أرقام الحقيقة مفزعة تقرأ تقول ولاية القيروان في نسبة الانتحار رقم مفزع بالحق حاجة توجع الحلول مدام أنتم كوزارة دوركم في طرح بعض الحلول في اقتراح ممكن بعض الحلول لفضل عديد المشاكل مادام سلتو على مستوى الأسر نجل نحكي على البرامج الموجودة على قل فما زوز برامج فما برنامج اسمه التمكين الاجتماعي للأسر من 2016 وانتهى وطور عنا العنصية معتها الدوزين في الهدية يقوم بالأساس على محاور تتوجه للتثقيف والتحسية والتوعية للأسر وللأولياء وللأولياء وللمربين وللشابين هم في أغلب حالات نقصين توعية وحملات تحسيسية وفلق خلق فضائت لتبادل التجارب وتبادل الخبرات مسألة همة جدا لذلك بالنسبة لنا نحن معنتها عنا هالعمل هذية اللي هو بالأساس وقاية تحسيس من أجل الوقاية في محاور متعددة من بين المحاور هذية التثقيف القانوني لأنه عديد منه ما يعرفوش القانون ما يعرفوش مثلا قانون ثمانية وخمسين اللي فيه جزء كبير منه تجريم العنف المصلت لي فقط على النساء ولكن كذلك على الأطفال دونك تثقيف حول الحقوق والواجبات سمانا قبلنا الرقم أنه 59% من المرهقين يتعرضوا العنف يتعرضوا العنف في الأسرة 59% وهذا رقم مفزع العمل على الأسرة عمل مهم جدا كما قلت لك خلق فضائة الحوار التحسية التحسيس التوعية وتربية الأسرة على تقسيم الأدوار داخل العائلة لأنه نعرفو نحن الضغوطات لتعيشها الأسرة التونسية سواء الأم أو الأب وتفلك كذلك الشاب الأب يكون مثقل كذلك بالواجبات المدرسية وبالضغوطات لعيشها في العالم الخارجي هذا الكل يخلق وضعاً أسرة متأزم دونك التدخل هو في التربية على الحوار على ثقافة الحوار على ثقافة المشاركة في أعباء المنزل والمشاركة في الشأن العام كذلك لأنه اليوم عند الحجل به في تونس أنه إنخيرات الناس في الجمعيات في العمل الجمعيات مسألة هامة جداً الانفتاح على الفضائيات الرياضية المسألة هامة جداً لا فقط بالنسبة للشبيب حتى تنسى اليوم تقوم بالرياضة بالمعنى الإجابي للرياضة التي هي خاطر الجسم السليم في العقل السليم دونك فتح الفضائيات هذية العمل زد على تغيير العقليات خاطر الرياضة ما هيش أن يكسراه بالنسبة للمجتمع كما ننظره رياضة رايسة تونيسي سيتي على خاطر الطريقة لك المقاربة نفسية لأنه وكالضغط ليعيشوا الإنسان وكل هو زد الفضاء لكي يخرج فيها المشاكلة هم كهول ورياضين على المستوي وبرشة من الضغط النفسي وحتى صحاتهم النفسية تتمس نحكي أكثر على ممكن فئة تتمس أكثر نحكي على ذوي الإعاقة نحكي على الفتيات والإناث بما أنه فهم حاجات خاصة أخرى تخص الفئة هذه وقبل أن نمشي الأمين أيضا نحكي على التفاعلات مع المراحقين في الأيام الثلاثة نسمع محمد الطيب الكاسابي رئيس الأمال الرياضي بحفوز خلال زيارتنا في اليوم الثاني هار 17 نوفمبر 2023 المعهد فرحات حشات بحفوز نسمع التصريح نشوفه في مبعضنا الفيديو الرياضة معناها نفسيا معناها تحذرك جيدا للحياة جساديا كيف كيف أهم حاجة زادة اجتماعيا أنه تبعدك على برشة حاجات ما يشباهي فمتني ولي ولي معناها قاعدة ضر في المجتمع بتاعنا اليوم الرياضة أصبحت زادة معناها طموح وأهداف بيش توصل أنك تعيش حياة معناها وتسترزق منها وكانت عنا أمثلة في حفوز اللي الناس معناها خرجت من حفوز وليوم ناجحة في أعلى مستوى كانت تجربتي معناها كنت لاعب في جامعية المرياضي بحفوز بعد دخلت للتحكيم لمدة 17 سنة بعد ترأس جامعية المرياضي بحفوز كنت ديما نؤمن بالرياضة أنه الرياضة مهمة يسر في حياة الإنسان كنت ديما ندعو الصغار وشباب أنهم ما يفقدوش الأمل تصريح محمد طيب الكسابي رئيس السابق للأمل الرياضي بحفوز أمين برك الله أنتي حاضر ما شاء الله معنا وناشط ونحييك على المجهودات الجبارة اللي قمت بانتي وكام الفريق إيافام فونداشون مبعت أن نسميهم فردا فردا أيضا فريق التقني لراديو إيافام خدمة استمرت لأيام عديدة ما المست من التفاعلات مع الودات الصغار ودور الرياضة في حماية الصحة النفسية بمعنى أنت ممكن من أكبر المنادين اللي نعرفوا مانا الحقيقة بممارسة الرياضة من أجل حماية المراحقين والأطفال من كل السلوكيات الخطيرة أولا في البداية أمين بنوزه الأخيقة تحية للرياضين اللي كانوا معنا والأمين الشرميتي كان معنا في الذهبات العلاء وسي طيب كسابي في حفوز واليوم صالح الماجري في مدرسة تسد من فرات في البرجي هنا في القيروان الزنوبية اللي لمسته الحقيقة واللي أنا الحقيقة كل مرة نلمسه لأنه النصات متاعي يعني يخدم برصة على المدارس وكيف كيف في غردي ما وكيف كيف في زومين كيف كيف في القيروان نريد الشي هذية هو حاجة الشباب هذية وحاجة الناس هذوما لمثل هذه القصص ولمثل هذا التفاعل الناس هذي طالبة زرعة من الأمل كما قال سي الطيب الكسابي قال الأمل اللي تخليه الرياضة نحن اليوم الموضوع متاعنا موضوع المشروع هو الرياضة وبالتالي أهمية الرياضة في أنها تكون ألية لخلق الأمل للناس هذوما اللي ممكن يعيسوا كما احنا نعيسوا كل واحده مشاكله هو كل واحده مشاكله كل واحده الصعوبات اللي يتعرض لها وكانت فرصة مهمة لحقيقة وقت اللي نسمع بالحفوية متاع التلمذة ومتاع الشباب هذوما كيف سيتفاعلوا مع شخصيات الرياضية هذية كيف سيعبروا عن مواقفهم وكيف سيقدموا أيضا الحلول والاقتراحات كما مدام البعض يعتقد أنه مزرد كتكون ألية متاع الناس بستبلغ مشاكلها ليه ليه الشباب أبعد من هذا كان الشباب هو حامل بالحق لراية الأمل وبالحق عنده طموح ودرزة عالية من الطموح درزة عالية من الرغبة في القطع مع الموضوع في إطار المعقول وفي إطار المشروع زيدا ناس وعية بأنه فما سلوكيات خائبة ناس وعية أنه فما مساكل متحرقة ناس وعية بمساكل الانتحار وناس وعية زيدا أنه هي نفسها قادرة بستغير هي نفسها تقول كان أعطيني أدعمني أقف معي راني ننزم نقدم وهذا اللي يبلغوا أمين شرميتي الحقيقة تجربة أمين كانت مهمة برصة تجربة محمد زيدا كولد من قد تحفوز ولا تجربة صالح الميزي اليوم اليوم كما رينا ريت المشهد أنت حاضرة معنا أمين وريت الناس كيفية راغبة أنها تستمع بإلهام للتجرب هذه بستعمل كيفها بستتزاوز مخالفات اللي عندها وبستتقدم هذه الحقيقة كانت تجربة ثرية ثرية جداً وهي تأكد كل مرة أمين القناعة أنه الشباب ما هو مزرد له قطاع الشباب الشباب هو حاجة عبر قطاعية الشباب هو موجود في التعليم هو موجود في الرياضة هو موجود في المرأة والأسرة هو موجود في التكنولوجيا هو موجود في التعليم العالي المقاربة هذه اليوم الكل لازم تتوفر أكثر بس نوفره الإمكانيات أنا الحقيقة من بعض الأشياء اللي نعيبها ساعات حتى في البرامز اللي قاعدة تصير ساعات تلقى كل برنامز يخدم واحد ساعات نفس البرنامز يتخدم في ثلاثة أربعة أماكن بنفس الأليات دون تزميع هذه الأليات والظهور دي اليوم حان الوقت بس نزمعوا كل المزهودات امتاعنا على مختلف الوزارات وعلى مختلف الزمعيات أيضاً حتى المستمع المدني اللي لازم يزمع الطاقات هذه الكل ونخدمه على برامز طويلة المدين بس ننزموا نحقوا الهدف بس نخليوا الناس لعندها أمل تعيس الأمل هذا تعيسوا هنا بحذينها بعيد عن الرغبة ما بين الحرقة ولا ما بين الهزرة أيضاً حتى النظامية نحن نحب نقطع سيئ ذلك بس هذا يكون بزرعة الأمل اللي نعطيها بالحوار وبأهم شيء مين هي الثيقة اللي نعطيها للناس هذوما لأن الناس هذي هي تستحق بس نعطيها ثيقة تستحق بس نستمعوا لها وتستحق بس نعملوا مؤمن هذا مين الاستمرارية استمرارية هذه البرامج الأثرية والمتنوعة لتحقيق أهداف عديدة هدفنا نحن هنا هو الإحاطة النفسية عن طريق الرياضة مدام اليوم أنا شفت في معهد أسد ابن الفورات شفت تاوي الإعاقة مثلاً ما عندهم حتى مشكلة الحقيقة شفنا في عملية الإدماج كانت سلسة وشفنا من غير مشكل يعني معناها عملية الإدماج عندكم كوزارة كماندوبية جهوية للمرأة والأسرة والتفولة عندكم برامج تخص إعاقة تتواصلوا مع الفتيات ممكن حاجياتهم ممكن أكثر شوية من الذكور ممكن الإناث المعامل معه نظراً أن المجتمع محافظ في تونس وساعات حتى في المواضيع صعيب الحديث فيه كيف تتعاملوا مع الفئة هذه والله وقت اللي نحكي على الإعاقة فما فما برامج خصوصية على مستوى التمكين الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة لهم على المستوى الإليات الموجودة في شؤون اجتماعية بالنسبة لنا نحن وقت اللي نستقبلوا إنسان نستقبلهم بقطع النظر أولاً على التمييز هذا الموجود وبالعكس معناه لأنهم يعنيوا لأن المجتمع فيه ما يكفي معناه ويعنيوا ما يكفي من التمييز المصلة عليهم دونك دورنا نحن أنه أولاً نحسوهم أنهم كاملات الحقوق هذه مهمة برشا ثم أنه خاصة في مستوى الزوز برامج اللي هما استقبلهم على مستوى القضايا العنف اللي نخدم عليه دونك فما تمييز إيجابي في الاستماع في التوجيه في المرافقة إلى آخره بالمعنى الإيجابي را على مستوى كذلك يكونوا قادرات عن العمل ويعنيوا من الهشيشة قطعنا درسة على الإعاقرة وقدرات عن العمل وقدرات أنهم ينجوا وقدرات أنهم يعبروا على مواهبهم ويكونوا متمكنات بالحق انقطوا على الدراسة مثلاً لدينا برنامج التمكين الاقتصادي اللي موجه للنساء وموجه للأسر كذلك وفما لهنا كتاب مهمة برشا اللي هي بالنسبة لذوي الإعاقة على شرط يكونوا قادرات على أنهم يعملوا لذلك هؤلاء بالنسبة للمؤسسة الطفولة كيف معنتها مدمج طوك ما يمثلش اختر معنتها على الفضاء اللي موجود فيه يستجيب معنتها لا يوجد خطر مرافق في الراوضات الأطفال لا يعنيش بالنسبة لنا لذلك مدامهم قادرين من خاطر فما برشا أنواع من الإعاقة فما الإعاقة الحال فما الإعاقة البسيطة فما الإعاقات الأضوية فما الإعاقات الزرنية الإعاقات البسيطة ترى متشكلش تختار معناها بالعكس تقويلوا قدراته بالعكس ويبينوا قدرة كبيرة على التفوق وعلى الإبداع فقط توفر لهم كوميونيكسيون بي وإحاطة بي ومتكون شذيك عائق معناها إعاقة ما تكون شعاق في أنهم يراوروا أحهم أسوية مثل هم تبقيت زوم عليهم وأصدقائهم وإلى آخره وتعرف أنت حتى الأسر تنسية تعيش برشا من بين المشاكل تقصوء الحوار والعنف داخل الأسرة وتوتر أن تعيش الأسرة تنسية أنها بالنسبة لها لابنها اللي يعاني من إعاقة معناها كأنه مشروعاً فشل بالنسبة له وهذا يدمر عديد الأسر بالعكس معنتها المرافقة منذ الصغر والعمل مع الأسرة في حد ذاتها بتقوية قدراتها وفهمها أنه ما يسمى إعاقة بين ذفرين ما وش إعاقة يراه مشروع حيات نجم ونخدمه معه ونجم ونصده معه ليس لما نرجع ونقول أنه تمكين الاجتماعي يراه ونخدمه فيه فولي كبير في التحسيس في التثقيف في المرافقة تربية الوليدية داخل هذيف التربية الوليدية لأنه ساعات الطفل الصغير هو ضحية نحن عنا ديجاب المناسبة نهار عشرين نوفومر تنطلق اليوم العالمي لحقوق الطفل وتنطلق حملة شهر الحماية الشعار هو نكبر وما ننسيس ما هو المكبر وما ننسيش؟ ما ننسيش التمييز ما ننسيش المعاملة اللي فيها إذليل دون كيفش اليوم نربيه ومعنتها ونوعيه وبالحق ونأطروا الفاعلين وكل ناس المحيطين دوما بمداخلين في علاقة بالطفل الصغير أنهم يكونوا أكثر ما يمكن يتعانوا معها بكل معناها بحقوقه كاملة ويحترموا الكرامة البشرية الموجودة فكالطفلة ذاك بقطع نظر على كل تمييز على أساس الجنس على خطر عنا تمييز بين البلاد والأولاد وعلى أساس الإعاقة الإعاقة تأثير ذوي الإعاقة كيف شفته خلال الأيام ذوما كيف شفته خلال الحملات التحسيسية مع برنامج رياضة وصحة نفسي؟ هو الحقيقة اللي لاحظت وانا بكل أمانة احنا عملنا اليوم خاصة اليوم هنا في القاروان الزنوبية مع حامل الإعاقة اللي يريدوا الحقيقة اندماجهم واندماجهم هما نفسهم سهل واللي أعزبني أنا أمين أنه أصحاب الإعاقة هما نفسهم مندمزين وهما نفسهم وهمس حاسين نفسهم عندهم إعاقة وهذا عامل لعبوا في عديد المسابة ترينيهم اليوم كيف هم كما لعبتكم حتى فرق وهما وعيين بهذا وحتى تدخلاتهم كانت متميزة زدا ولاحظ ما شاء الله هنا شفت شفت الفتاة اللي دخلت معنا في الوركشوب اللي عملناه ما شاء الله ما يعني كفيش حكيت انديري عبد متور انديري عبد عمره 18 سنة عادي وهذا الإيزابي وهذا يعني ديما التوصيات حتى الدولية وتعرف مدام أنيسا توصي دائما بإدماز أصحاب الإعاقة منذ الطفولة مع تلم ذا العادين طبعا حسب نوعية الإعاقة حتى ما يصير حتى إقصى وما يصير حتى سعور لأنه المشكل كما قالت مدام أنيسا يصير من العائلة اليوم العائلات ولو حاسمين في بعض الأحيان ونريتهم يعني في عدة مناطق وكعليس اليوم التربية كما قالت الوالدية يساهم ممكن في عدم إدماج صغير يخلق عنده عقد نفسية مشاكل نفسية كبير ريتو أمين ريت حازيت يعني مهمة زدنا وصلى يتبني عليها في عديد المدارس الأخرى وهذا فيه برنامز كامل بالتنسيق ما بين وزارة التربية وزارة السهول الإستماعية وزارة المرأة أيضا وهنا لازم يصير أكثر فأكثر ودورنا أحنا أيضا مستمع مدني بس حتى في الأنصطة متاعنا نقحموا أصحاب الإعاقة لأنه وراه الإعاقة بالنسبة لينا هو الإعاقة التفكير لحقيقة هذا هو المشكل يعني المعاق لا في بدنه ولا في حركته بل المعاق في فكره وفي تفكيره والحقيقة أنا فرحان برسا اليوم أني تعاملت مع أصحاب الإعاقة كما زاد في حفوز وكما زاد في الذهبات وفرحان زاد برسا الإطار التربوي اللي كان أيضا يشرك في التلمزة هدوما دون ميز ودون تمييز كيف كيف بالنسبة لبنياتنا اللي الحقيقة كانوا فاعلات وكانت وكنا ناشطات جدا اليوم وساهمنا الحقيقة وأنا تحية لهن زميعا على مساهمتهن المتميزة والرائعة في إنزاح هذه الأنشطة مع الشباب يعني اللي كنا الحقيقة ما حسيت حتى فرق ما حسيت حتى حسيت التزام حسيت رغبة حسيت إرادة ونعاود نقول أمين مرة أخرى أعطيوا الثقة للناس أعطيوا الثقة للولدات هذوما أعطيوا الثقة لبنياتنا تاوراهم نزم ونصنعوا العساب وما هاش كلام شعبوي ولا كلام متاع بلاتو هذي حقيقة هذي يعني للأسف أمين اليوم وصلنا أنه كنقولوا الكلام هذا كأننا نحكيه متاع كلام متاع بلاتوات ومزين وكل ليه أعطيوا الثقة للناس عاولوا عن ناس هذنم استثمروا فيهم استثمروا في الناس هذنم وتوتسوفوا النتيجة اللي ادي هذا المدامات هو مهم برشا اللي كان يقول فيه أنه عنا راهوا مهم برشا وعنا مؤشرات إيجابية وراهوا صحيح الصورة السودوية بكري حكينا على العلي وحكينا على كذا ولكن راهوا مواطن القوة وما تسخروا به هذه المناطق من كفاءتنا بشرية ومن ملكات ومن قدرات مهم برشا البوتانسيال هذية كيفاش نجمو نبنيو علي كيفاش نجمو نطورو أفهم اليوم كيف حضرت معنا تلقات تيران ستتقدم ولكن مهم جدا أنه معتها الحضور اليوم نحن نتمنى أن نبنيو علي ونزيدوا الراكم والتجارب مشاريعكم المستقبلية وبرامشكم معنكم شي هكا برا مش نجم حتى تعطينا فكرة على برامشكم المستقبلية في قادم المواعيد في قادم المواعيد قد لك شهر الحماية حقوق الطفل هذية كله أنشطة مش تكون في مؤسسة في المؤسسة التربوية بالاشتراك مع المندوبية التربية ومندوبية الثقافة ومندوبية الشؤون الاجتماعية ومندوبية الشباب مش نخدموا الأرضية هي مندوبية هي المدرسة الإبتدائية لأننا مش نستهدفوا الأطفال اللي موصلوش للستاشتراك دوكل كلها أنشطة تحسيسية وتوعوية لا فقط مواجهة للأطفال ورشاة للتعبير ورشاة للكتابة لا فقط للأطفال وإنما مواجهة كذلك للأولياء في حلقات استماع في حلقات حوار حول واجب الإشعار هذه اللي ما يعرفوش في علاقة بمندوب حماية الطفولة حول التربية الواليدية الإيجابية التي تقوم على ثقافة الحوار على التربية على المساوات على تعزيز الثقة في النفس كان يحكي لنا على البنية اللي عندها ثقة في روحها رغم معنتها الإعاقة مش رغم لأن إحنا نشوفوا ناس معنتها بين ذفرين معنطا ما عندهمش إعاقة ولكن يعيقى فماشا كالتقدير للذيت الموجود وهذا كان يخليهم مكبلين دوق هالستيم دوسوا هذي ثقافة تع تقدير الذيت موجد الذيت نقدروا الذيت ونقدروا القدرات الموجودة ونبنيه ونحسه هذا منجم كان يفتح الأفاق نمنو بالبشر وهو رأس الماء وهذا اللي يفتح الأفاق وهذا اللي يطور عندنا كما قلت لك برنامج التمكين الاجتماعي سينطلق من جديد في المحاور هذي اللي تقوم بالأساس على التثقيف وعلى التحسيس وعلى التعريف بالقوانين الموجودة وخلق الفضائت هذي الكل بشكل قدرات الموجودة أولاً الساعة المكبوتات الموجودة داخل المسار والتمثلات الخاطئة عند الأسار خاطر برشا أسار نطيعنا مقيمة قدك مشاربوطة رأي من مستوى العلمي راوينش متكون قارية رأي وعلمة وأستاذة وغيرتك مسألة ثقافية مغروسة في العقلية أنت يعني كيفاش اليوم هك الموروث هذي كان نحاولوا أن نغيروا العقليات لأنها قاعدة تشوف القوانين في تونس قاعدة تتقدم قاعدة تتقدم بالكدي كيف تشوف مثلاً مجلة حقوق الطفل وغيره وكل لدينا قوانين رايدة في تونس ولكن للأسف معناتها يلزم عمل كبير برشا ثقافي باش نجمه نغيروا العقليات باش نجمة قارز تتغير الممارسات الموجودة ولنا الإعلام رأوا دور كبير نتاعه ولنا الإعلام الدور الكبير نتاعه باش نبدأ شكراً في تغيير تغيير هذا كله العقليات والثقافة وهذا كله اللي يبدأ من الأسرة منذ نعمة أصفار صغير به فكرة على نهار اليوم على حضور صالح الميجري في بورجي في معهد أسد ابن الفورات في القيروين الجنوبيين نشوفوا مع بعضنا الفيديو نسمو تصريح صالح الميجري ماذا بينا نشوفوا برشا اللي زبان موضو مركة تونس أنا كن ما نظمت شراني شركت في برشا منهم ديجا كيف اليوم جوست أم بيتي جت باش نشوفوا الصغيرات سيت ريزا أمبورتان لهم هوم باش يشوفوا يعني اللي العباد لها ديهم باش شوفوا يعني يعني أتليت كيفيين نجح في كارير متاعه وشرف البلاد وكل شيء كيفهم هوم بالضبط أنا كبيرت هكا بالضبط يعني نفس الكنديسيون هذومة ثانك ستري زنفورتان لهم هومة اللي زبان مو هذومة حتى يعني مش بدل شواء يجاول قراءة وكل شيء يخرجوا يلعبوا يشوفوا عباد جدد يشوفوا حواج جدد يسمعوا كلمة من عند الناس الموجودة هذو من الكل يحسوا لي هم بالحق تم عبد تفكر فيهم تم عبد تحب توصلهم الحاجة به إن شاء الله تهي كبيرا للسالح الماجري على حضوره اليوم هو من الشرميتي وأيضا صديقنا كسابي رئيس السابق لأمل حفوز نسلم عليهم برشا ونشكرهم من المنبر هذا أنت كنت حاضر اليوم وشفت عينينا الصغار كيفاش شفت الإنرجية والطاقة دي ما نقول هنا وليت قيرا وين رأي مصنع متع رياضيين ومصنع متع مويرة بشري صحيحة أمينا اليوم اليوم ممكن الكونتكس بتاعنا كان كونتكس بتاع سبور أما مثل القصص النزيح هذه ليه قصص نزيح حقيقية ما يسروا كله مبارا ولا خطو سبورتيف ومشاء العب في دلاس ولا العب في ريال ولا أمين طلع للمانيا ولا لها هذه قصص حقيقية متع نزيح في النزيح ما بين المسار الرياضي والمسار المبعد الرياضي اللي هو حازة كبيرة برسا نزيح نزيح أخرى من عند برسا نيس طباء مهندسيين علماء فضاء يعني برسا نيس نزيم ولازمها تحضر ولازمها تنجازي روحها في مثل هذا العمل لأنه أنت كتزي وتحكي مع أوليدات صغار أنت تعطي زرعة أمل وانت تخلق أثر ينزم يكون مشآني لكن ينزم يكون بعد حين وهذه هي الفايدة وهذه هي عليه أحنا نحب الناس هذية تحضر بس يكون هما لنباك تمتحهم كبيرا على الأوليدات ذلك رغم الصعوبات ورغم العرقيل ورغم المحيط الصعيب والخايب وكل ما إلى ذلك لك لنا قادرين بس ننزحه ونعود نقولها أمين وسأسرر القول فيها أعطي وثيقة للوليدات الذومة وللبنايات الذومة وتوترا وراهي تونس بوتنسيال حقيقي ما هو اسكلة مبارا مدام وجود رياضيين وراهم قصة نجاح كما هكا كما صارح كما أمين يبدل برشا ينجم يبدل عقلية تصغير يبدل اختيارات ينجم يشجعوا يموتيفيه يحفظوا بشي عمل ما خير معنى وجود هذوم النجوم الكبار اللي حكينا عليهم مهم ومهم جدا العطاء فيما يخص الحماية من السلوكيات ورعاية الصحة النفسية بوجود شخصيات نجحت في هذا ويأتوتا في معناتها موافقتك على هذا لأنه ديما نرجع لرسائل الإيجابية اللي تعطي معناتها بريق انتع أمل اللي نحن نعرفه أنه مش بضرورة النجاح مربوط بالمنزلة الاجتماعية للإنسان مش النجاح مربوط بالبلاد اللي هو موجود بها المنطقة اللي هو موجود بها النجاح مربوط بالعمل المجاح مربوط بالقدرات وبالإمكانيات انتع للشخص ورقبته في التحدي وساعات حتى معناتها نقوله نحن ساعات الألم والإنكسارات والهشيشة رهي تصنع قوة دونك هذي رسالة إيجابية رسالة إيجابية أنه مش في ليلة ونهار معنتها تتغير رحيتنا ريما تنجمش تتغير رحيتنا إلا ما تكون عنا الإرادة ولا ما يكون عنا ثقافة العمل لأنه أنا نرجع ديما لثقافة العمل لأنه أمين وصل على خاطر قراءة ما خليش القراءة يقل هني مش نكون كوارجي دونك مخه قبل ما يشوت بسيقه فما بفق على زيخ دونك هذي حاجة مهمة برشا رسالة مهمة برشا شكرا لك مدام أنيسا السعيدي ماشي بكو أمين بارك الله شكرا لكم شواء معنتها من القروين شرميتي عيدة متوسطة كيف كيف صالح من جاندوبة جاء من وسط شبه برشا برشا للواحد مش ولدفلين ولا ولدفلتين حشبه ولو أنا مش ضدنا ساعات حتى كي تقول لهم ولدفلين وفلتين كان ولدت عنا نقمة على لد العائدات ينزم نوزي وهكا شكرا لك مدام أنيسا السعيدي شكرا أمين بارك الله مزان المصير معاكم حتى بعد الخمسة في تخطيطنا الخاصة لبرنامج رياضة وسحة نفسية فاصل الأخبار ورجعي